يعني هسا أنا خلي أعطيك يعني اليوم أنا أكمل التقرير في رجلة النزاهة عن عقديا يعني ظن صبقة سيبابي اللي هي من الأسوأ الصفقات نحن عندنا كيماديا شركة عامة نعم في وزارة الصحة من أسوأ الشركات خلال فترة جائحة كورونا نظفت الموازنة بعقود فاسدة جدا فسادها استثنائي فجبنا كيماديا وطلعنا هاي بيام كورونا لجلة النزاهة اي بيام كورونا شبيه السيباب شلو مشكلة كان السيباب أقنعة اي عرف اي اقنعة السيباب اشتروا كميات تكفي العراق إلى يعني ألف سنة زين اي وبأسعار مبالغ بيها وبعقود مزورة وظلت مكومة والتعاقل وظلت لا استخدموا منها شيء يعني مثلا النجا في ثلاثمية وخمسي ألف قناعة عجوز المهم الشركات شي يسوون الأخوة العراقيين نادرين يروح يأسس لست سبع شركات بالأردن يأسسها يعني بألف دولار بألفين دولار يأسس الشركة ويأتي تعاقد هنا بعقود بمئات الملايين بعشرات الملايين ملايين دولارات زين وتجي الشركة يعني للضحك مثلا شركة الهدف الطبي العالمي اسمها بالأردن الهدف الطبي العالمي شي يسوي بالعقد يكتب بالانجليز يكتبها والعقد كلها بالعربي والشركة بالعربي اسمها ومسجلة بالعربي بداخل مراقبة الشركات يجي ترجمها ليش حتى يضيع علينا حتى على أساس أنه هاي شركة أجنبية حتى ما ندري بيها أو شركة أجنبية من المتورطين بيها يكون من بستوى مثلا وزير لو بس مدرعان لا لا وكيل وزير وكيل وزير السابق الموجود حاليا وكيل وزير نعم اللي حاليا موجود ياو منعجم أقول لك لا هو يعني إذا حنا بعد كانت الوزارة بزمنها ما بيها وزير عزيزي لا الوزارة بوقتها ما كان بيها وزير صحيح عزيزي بغض النظر عن الأسماء أنا أخلي أقول لك الشيغلة يعني هذه يعني طلعت أنا رحت إلى دارة مراقبة الشركات طلعت اسم صاحب هذه الشركة المدير ومالك أسهمها هذا عندها ستشركات مؤسسين كيلهن الحلوة الشينا لما تحدثنا عنها برجلة النزاهة بعض الأشياء اللي أثرناها وإجاباتهم رأساً سووا صفحة جديدة ما يعرفون لما يسوي صفحة جديدة يطلع تاريخي الكابيرايت جوه فالصفحة تأسست بالـ 2024 قصدك ويبسايت اي 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 ويبسايت فطعت الصفحة بالـ 2024 ما هي جلت بيها هيدر جلت بيها سرقة بيها يعني هذه الصفقات ذنبين حوالي 50 مليون دولار بس ضايع اي بوق هذا بوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر